موسيقى سيناء تشتعل ومسلحون يهاجمون مديرية امن شمال سيناء ومحكمة العريش بالار بي جي واصابت ثلاثة جنود في كمين للقوات المسلحة والتوحيد والجهاد نصر فشلت ومتين من عناصرنا هجموا القوات الدولية ورفعوا علم القاعدة عليها هذا هو الخبر الرئيسي المنشت الرئيسي في اليوم السابع غدا حيث توصلت احداث المواجهات الدامية بمحافظة شمال سيناء صباح اليوم وشن مسلحون هجوما على مديرية الامن بقذائف الار بي جي لأكثر من ساعتين وتسلق عشرات المسلحين الملثمين المباني السكنية المحيطة بالمديرية وامطروها بالرصاص حسب روايات شهود عيان كما هاجموا محكمة العريش بضاحية السلام قالت مصادر ان الهجوم استهدف تخفيف الضغط الامنية على منطقة الشيخ زويد التي شهدت اشتباكات بين القوات المسلحة وبين عناصر جهادية امس الاول على خلفية مهاجمة محتجين على الفيلم المسيء للنبي لمعسكر القوات الدولية فيما اوضحت ان مديرية امن شمال سيناء طلبت بتعزيزات جوية عاجلة للتصدي للمسلحين الذين امطروا مديرية الامن ومحكمة العريش بالرصاص وكانت القوات الدولية في سيناء تعرضت لهجوم من عناصر جهادية مسلحة امس الاول ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود من كولومبيا وقام مسلحون برفع علم الجهاد فوق مقر القوات فيما دخلت طائرات الاباتشي التابعة للجيش الاسرائيلي سيناء لنقل جرح القوات متعددة الجنسيات وقال شهود عيان ان قوات من الجيش المصري اشتبكت مع العناصر المهاجمة لمعسكر القوات الدولية مما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود بجروح جراء انقلاب مدرعة للقوات اثر استهدافها بقضيفة ساروخية من قبل المسلحين خبر عاجل العمليات اسفرت عن اصابة مدنيين بينهما طفلة والقوات الجوية ترصد حاليا بؤر انتشار العناصر المطلوبة والقوات المسلحة ضبطنا عشرة تكفريين واستشهد احد افراد القوات المسلحة اعتقد انه تم استشهاد ضابط من ضباط القوات المسلحة وده في اعلان اوضحه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة القوات الجوية ترصد حاليا اماكن تمركز العناصر الاجرامية والتكفيرية يسهني وشرفني ان يكون معي الليلة نخبة من الاساتدة معنا الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبدالله السناوي اهلا وسهلا ايضا معنا سعادة الدكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا وسهلا واخيرا وليس اخيرا الاستاذ علي السيد مساعد رئيس تحرير الاهرام يعني الخبر الرئيسي في المصري اليوم في اليوم السابع في الصحف غدمت الاخبار يعني المصري اليوم حرب شوارع بين مسلحين وقوات الامن في سيناء بيقول الخبر استشهاد جندي واطلاق نار على مدرية الامن والمحكمة وهنية يؤجل زيارته التفاصيل موجودة في كل الصحف غدا الخبر ده ليه تداعيات اهه وهو مبني على تداعيات ما حدث امام السفارة الامريكية والفيلم الموسيق للرسول اه حضرتك كتبت الفيلم الموسيق وما حوله ومقتل السفير وما بعده اعظم احنا دخلنا فيما بعده الحقيقة يعني حجم التأثيرات الاخليمية والداخلية لمبعد مقتل السفير الامريكي في بنغازي وما بعد الاحداث وتفاعلاتها فنحن امام اشياء هي موجودة لكنها سوف تتكشف وتخرج على السطح من درجة عبر احنا في الحقائق الجديدة اليوم في الوضع في سيناء ليس هناك جديدة من حيث وجود قوات لكن طريقة استخدامها وطريقة المواجهات وطريقة الاستقواء على الدولة واستخدام اسلحة متقدمة بنكلم عن العريش بنكلم عن منطقة حيوية مفروض ان تكون خضاعة تماما من سلطة الدولة باهجوم باسلحة متقدمة وتمركز فوق ابنية وقصف بسواريخ فاحنا نتحدث عن الحقيقة نضر القولة الحرب في سيناء استخدم كلمة الحرب في سيناء الحقيقة احنا اضم حرب في قوات متمركزة لها خرائطها وعندها اسلحة متقدمة وعندها مصادر امداد المصر اليوم على شاشة امداد عندها مصادر امداد وتمويل وعندها جرأة على ان تقوم بعملات نوعية في مواجهة الجيش والامن عندها امداد من ايه وهذا كلام اللي مفروض الجهات التحقيق تتكلم لا انا بكلم جاد مفروض الجهات التحقيق تتكلم اللي حصل بعد عامري يقول لنا تهريب اسلحة وبيع اسلحة وتجار اسلحة وانفاق وانفاق طريقة التدليس على ما يجري في سيناء طريقة اخفاء المعلومات الخطاب المضطرب الموجود الوفود لا ترسل للتفاوض ثم لا نعرف من الذي ارسلها وعلى ماذا قد توصلوا وهل الامر يتعلق بهدنة على حساب هبة الدولة والسطرة على سيناء يعني نتكلم امور كثيرة ملتبسة انا وقت ايقاف هذه المسخرة وان تكون للدولة رؤية واضحة لان هذا الامر الحقيقة قد يتطور واذا ما تطور سوف تفق الدولة المصرية سترتها على سيناء وقد تكون تلك زريعة لتدويل سيناء هذا كلام يعني يبلينا شعرين فهذا كلام تدويل سيناء هذا ممكن اذا سمر اذا سمر بحاس انت يا سلام احنا بنتكلم سنتخده بالك من حاجة من اللي هيقرر تدويل سيناء انا حولك القوات الاسرائيلية اللي دخلت في الخبر الارتية دخلت عشان تاخد دخل السيناء دخل السيناء فاسرائيل دخلت ومن غير ما اعرف بازن احترل اتنين بازن السلطات المصرية لانه لا سبيل اخر او بدون ازن لان السيادتك منتقصة في سيناء فانا امام وضع استمراره على هذا النحو وغياب سياسة للدولة وانا هنا لا اتحدث فقط عن سياسة امنية انا بكلم عن سياسة اجتماعية واقتصدية ونظر بطريقة مختلفة لسيناء وانا اقلت بكده او اقترحت وزار الدولة لشؤون سيناء واتخل لانا بزنية كبيرة ونتكلم جد في هذا الامر لان هذا الحدث بالطريقة التي حدثت مدرية امن العريش ومحكمة العريش يعني مؤسسات ونتكلم على العصمة في العريش ده ابتدى باسم العريش من كم شهر سنة لفاتر مؤشر على احتمال لما حطينا الفيديو قالوا لنا اطلعهم البال اه احتمال بطريقة الاداء الان العسكرية فقط او في حدودها تجد قوات العسكرية منظلقة في حرب طويلة في سيناء بدون دعم من الشعب للحقائق لتطرح عليه وبدون قدرة على مواجهة الملف في سيناء لانك لا نستطيع او لا غير قدرين على اقناع اهل سيناء بان معركتهم هم بيدوا نواية آسف حسنة جدا نفسه قوات المصرية تبقى بسيطرة والأمن بسيطرة لكن انت لا تتبعي هذه الدولة تتبع سياسة واضحة بحيس تقنعها وددخل طرف في الموضوع فالوضع ده من الآخر لابد من تصفيته بسياسة مش تصفية يعني مش تصفية منية هذا الوضع الخلل الفادح الامن والسياسي والاجتماعي في سيناء لابد من نظر اليه على محمل خطورة والتصرف بجدية وأن تنشأ وظارة مختصة وأن تتحدث صلاحيات الجيش بوضوح وأن تطرح الحقائق على الناس منفعش فجأة الناس بصورة ان العملية الناس تحقق نتائج وتيجي كل الجراية اليوم أن في شهداء وفي ضحايا وفي اقتعامل المحكمة في الأمن في السلطرة يعني ثواريخ الأربي جي بتضير البيع مؤسسات فلي نقطة توقف الحقيقة يعني الأمر جلل وأخطر مع أن في مجزرة 16 شهيد ساختوا فيها أنا أقول في دليلاتها أول مؤشر كبير على أن العملية العسكرية متعسرة الجهود السياسية متعسرة أن في استقواء على الدولة وربما مع بعض الأحداث التي جرت أمام السفارة الأمريكية وفي المنطقة ممكن أن تكون في قوة أخرى يعني شايف يعني بفكر قاعدة الجهدية السياسية شايف أن الوقت وقتها لبناء إمارة لا هذا الكلام الكلام المايس معا تشب يعني الدولة الرئاسة اللي خلق المسلمين القوة التي تحكم القوة المعارضة القوة اللي براء الجميع الحقيقة إحنا محتاجين توافق وطني لضمان سلام السيناء أصلاً إحنا عايزين السعيد السيادة كاملة عليها لا أن تضيع كاملة منها دكتور وحيد يعني أنا أتوقف أمام عبارات خطيرة هنا في هذا الحدث وتعليق الأستاذ عبدالله السيناء قال لك قال لك حرب كلمة حرب تدخل القموس كلمة الاستقواء على الدولة كلمة تدويل سيناء إمارة إسلامية في سيناء كل دي عبارات عمالين نسمعها بقالنا أمس قدم هدنة الظواهري وهدنة الظواهري بيتقدم فيها بيتحدث فيها للغرب بأنه بيقول إحنا تركونا نقوم ببناء دولتنا أنا توقفت أمام كلمة دولتنا أي دولة يقصد هنا الظواهري أنه سيمنح الغرب هدنة وسيمنحهم التفاهم معه إذا تركونا تركونا إحنا مصريين بيكلم باسم الشعب المصري بناء دولتنا يعني أنا بسأل أي دولة هي مصر مش دولة موجودة بالفعل فده معنا الكلام اللي قاله الأستاذ عبدالله فيه توضيح لمثل هذه طيب يعني خلينا بس نطلع الظواهري دلوقتي من الموضوع لأنه لم يعود له هذه الأهمية يعني بس إحنا شايفين أعلام القاعدة ماشي بس دي كلها تنظيم محلية شايفين سورة بن لادن في أمام السفر الأمريكي وهي قاعدة على فكرة ما اخترعتش هذا العالم يعني تنظيمات إسلامية مختلف ومخدوه يعني إنما هي القاعدة دلوقتي عبارة عن تنظيمات محلية في الفلاسية لما هي القاعدة استراتيجية في القاعدة هي تنظيمات محلية بالأصل الظواهري الظواهري ليس له قيمة الآنية واللي نحن نتكلم عليه هو موضوع مصري بالأساس وخيبة من خيبتنا السقيلة ومفش أي حاجة في مفاجأة يعني ما حدث اليوم أي شيء في مفاجأة لأنه نتيجة لمقدمات بعضها قريب جدا وبعضها أبعاد وبعضها يعود إلى كامب ديفيد ومعاهدة المصرية الإسرائيلية زي ما قال عبدالله لكن أهم المسألة الرئيسية الحلقة الجوهرية في الموضوع هو السياسة البائسة المتابعة تجاه سيناء منذ أن عادت سيناء إلى مصر من ساعتنا غنينا سيناء عادت تاني لنا وعادت نغني شوية وبعدين انتهى الموضوع بكم أغنية ويعني ظهر أننا فرحانين أن سيناء رجعت وكلنا كنا فرحانين لكن السلطة القائمة في وقتها تعاملت مع الموضوع باعتباره عبء عليها أنه هذه الأرض المحررة تعاملت معها باعتبارها عبء وتعملت معها بجهلها وغبائها واعتقدها في أنه أنها تستطيع أن تسيطر طالما أنها مسيطرة على كل مكان في مصر بالقوة الأمنية فتستطيع أنها تسيطر على سيناء في وقت الحاجة بدون بزل أي مجهود لإعادة بناء هذا البلد واقتصر الأمر على شوية منتجات سياحية ودي السياسة التي كانت متبعة في مصر كلها أنه ما تيجي تعملي تنمية بتعملي تنمية بمفهوم معين لا علاقة له بالقسم الأكبر من المجتمع ولذلك خرجت سيناء بره السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللي كان مفروض أنها تنفس فيها تم تهميش سيناء بشكل منظم على كل المستويات تم التعامل الجماعات التكسرية دي لقيت فيها مرتع أنها تم التعامل مع أهلها باعتبار أن بعضهم غير موسوق في ولائهم بعضهم مشكوك فيهم بعضهم يمكن السيطرة عليهم من خلال القبائل والعشائر شعر أهلنا في سيناء أنهم مواطنون من الدرجة التانية أو من الدرجة التالتة لأن كلنا كنا من الدرجة التانية كلنا كنا درجة تانية شعب مصري كان كله درجة تانية ليس مسموحا أنهم يمتلكوا أرض على أنهم سيروحوا يبقوها الإسرائيليين أو بعد كده سيبقوها الفلسطينيين وكأنه لما يبقى فيه فلسطيني في سيناء برضو دي يعني هذا موضوع تاني ده برضو موضوع مهم لا طبع موضوع مهم بس لابد أن يوضع في إطاره بحستوه في تمليك الأرض للأجانب خاصة في سيناء في اللجنة التأسيسية في الدستور لا دي مسألة مسألة قانون بس هو المبدأ العام أنه لا تمييز بين المواطنين بين المواطنين أنا أقول أجانب مبدأ دستوري عام لا الأجانب بالقانون برضو ينظم امتلاكهم الأرض وليس دستوري ف إحنا عندنا النهاردة وضع ناجم عن تركمات طويلة في جماعات وجدت فراغ في سيناء ملأته وجدت بيئة ما هيش حاضنة لها لكن أيضا ليست طاردة لأن هذه البيئة ليست لها مصلحة يعني مقاومة هذه الجماعات في الحقيقة لو تغيرت السياسة تجاه سيناء وشعر أهل سيناء بأنهم أصبحوا جزء من الوطن حقيقة هم اللي حيملوا هذا الفراغ مع غيرهم من المصريين اللي حيشاركوهم عملية تنمية حقيقية طيب إحنا على المدى ودي محتاجة منهج تاني بقى غير وزارة الدولة لأننا نلحق نفسنا على المدى القصير إزاي؟ نلحق نفسنا إزاي؟ ما هو على المدى القصير بالبدء ما هو كل حاجة لها بداية بتبتدي بوضع سياسة جديدة سياسة جديدة لإدارة الوضع في سيناء سياسة اقتصادية واجتماعية حوار جد ويعالج المشاكل الحقيقية مش وزير الداخلية يروح يقعد قعدة عرب ويقول أي كلام فارغ مع شوية مشايخ لهو واسق فيهم ولهم واسقين فيه وينتهي الأمن بقى فيه حوار جد تبقى فيه لجنة وطنية مستقلة من شخصيات وطنية تتولى بقى هذا الملف لأنه سلطة الدولة وأجهزة الدولة المتآكلة والدب في المخر فيها السوس أصبحت عاجزة عن التعامل مع هذا الملف إحنا محتاجين طريقة جديدة في التعامل مع لا وزارة ولا لجنة وزارية ولا مجلس وزاري ولا أي حاجة من هذا أنه محتاجين محتاجين لجنة وطنية مستقيل لجنة وطنية أنا عايزة أسأل حضرتك فيه جماعات متطرفة فيه جماعات تكفيرية بتعلن أنها هي ضد هذه الدولة وهذا الحكم وهذا النظام وأنها بتطالب أنها دولة إسلامية تقيم الشريعة ومنهم من يطالب بفصل سناء كإمارة إسلامية وكمان يتعدوا على منشآت الدولة يعني المحكمة والمدرية والإسم دي كلها منشآت لما يجربوها بالسواريخ من فوق الأسطح المقدمات هنسيبهم؟ يعني لا مش هنسيبهم هذا موديل ما نعمله عشان عشان مفيش حزيمة يعني لا نسر ولا صقر ولا بتاع يعني 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 البيئة الاجتماعية الموجودة لا تساعد هي بيئة محايدة البيئة الاجتماعية اللي هي المفروض أنها تبقى هي الأساس في مقاومة هذه الجامعات هي بيئة محايدة بتعامل مع الطرفين حتى الآن بحياد لأنها لا ترى من سلطة الدولة أي شيء يدل على أنها جدة في إنهاء التهميش الذي تتعرض له سيناء إنهاء التهميش هو البداية هو المفتاح الذي ندخل منه إلى مواجهة هذه القضية مش إن إحنا نضحك على بعض بعملية عسكرية تقود لها كم يوم وإحنا عارفين حدود هذه العملية في منطقة جغرافيتها لا تسمح بخوض بخوض معارك حاسمة تجاه جماعات مدربة على الحرب العصابات اتفاد أستاذ علي حقيقة أنا أختلف شوية مع أسات زيتي يعني متعلق إنه اللي بيحدث فيه سيناء نتيجة التهميش أو نتيجة حاجات كتير جدا الصعيد الحقيقة تعرض للتهميش اللي حصل في سيناء التنمية اللي حصلت في الصعيد استفاد منها فئات معينة ومحددة ما زي اللي حصلت في سيناء اللي بقول عياد دكتور أغلامهم ليسوا من الصعيد بالصعيد في التمانينات والغاية منتصف التسعينات كان يمكن أن يشتعل اشتعالة مروعا من الإرهاب ومن المسلحين في جبال في الصعيد وفي كهوف وفي أودية وفي كل حاجة في الصعيد الدولة بحسم شديد جدا وبقوة استضاعت أن هي في مرحلة من المراحل أنها تحسب هذا الأمر بالقوة قصة أنه نصل إلى علاج إلى سيناء نحتاج فيه إلى سنوات نحتاج فيه إلى خطة نحتاج فيه إلى يعني رؤية كبيرة لسيناء حتى فيما تعلق بوجودنا كقوة هناك في التفاوض مع كم دي في الدم مش هتحل في يوم وليلة ما إيه بقى لتحل في يوم وليلة لا اللي يتحل هو هؤلاء المسلحين اللي معهم أربجهات ومعهم بتاعهم مش ومعهم مش بيتحربوا في مناطق مش معروفة فهم خرجوا فوق من أسطح البيوت ضربوا مدرية الأمن ده هم في قلب المدينة ده هم في قلب قلب هذه المدينة بيدربهم فوق الأسطح المجاورة المدرية يعني إذا كان الأستاذ عبدالله السناوي قال إنه ده بيجرنا إلى تدويل سيناء لا ده يجرنا إلى انفصال سيناء هو مقدمات حقيقية ومدروسة وواعية لانفصال سيناء هذا الكم من السلاح ومن الحرب يؤدي إلى نتيجة واحدة إن أنت تفقد سيدرتك الكاملة على سيناء هؤلاء المسلحين لديهم أسلحة يمكن ما تكونش موجودة لا مع الشرطة ولا مع الجيش اللي موجود هناك أنا شايف أنه العملية العسكرية الأخيرة كانت عبارة عن مصرحية هزلية من الأول لغاية هذه اللحظة يعني أنا الحقيقة من أول دقيقة ما قدرتش أفهم هم يعني راحوا ليه واضح أنه إحنا وجودنا من بدري قوي ضعيف جدا في سيناء من بدري قوي تقال لهم إن القاعدة بتروح سيناء من بدري قوي تقال لهم إنه حجم السلاح اللي بيتضبط داخل لسيناء أقل من 20% من حجم اللي بيدخل وفيه أسل كميات رهيبة جدا بتجي من ليبيا ومن غير ليبيا وبتخش سيناء وفيه أسلحة متطورة جدا وحتى أدوات استطلاع متقدمة جدا وهي حرب حقيقية زي ما قال هي حرب بالفعل بين جهة مسلحة وجهة أخرى مسلحة هناك جهة مترخية جدا في التعامل مع هؤلاء وهي الجيش الذي تعرض إلى إهانة بالغة مقتل 16 جندي مصري بهذه الطريقة هو إهانة بالغة للجيش المصري لم تطلق رصاصة واحدة من جندي واحد على هؤلاء الذين غادروا بالجنود المصري وده شكل مهين جدا يعني أن الجيش في أعلى درجات الترهل حقيقة يعني واضح أن الأستاذ طنطلاوي ترك لنا جيش نايم ما بيعملش أي حاجة عملت سيناء ببساطة شدة جدا هؤلاء الناس أغلبهم مش من سيناء أغلبهم دخلوا سيناء لأنها منطقة هشة منطقة ضعيفة الأمن غير قادر على الصيدرة فيها الغالبية العظمة والعظمة باكتساح من أهالي سيناء ضد هؤلاء الناس فتحت ملف الجيش وكشف سابل الجيش أنا مع صحق هؤلاء بس صحق هؤلاء بس في نفس الوقت هؤلاء يريدون هؤلاء يريدون فاصل سيناء عن مصر أمام كلمة جيش متراهل غير مقبول أعتقد أن الجيش المصري جيش قوي جدا ومن أفضل الجيوش في العالم من أقوى الجيوش في العالم صحيح نمرة سابعة أنا موافقة أنا ما عنديش مقياس رئيسنا لي يعني أقوى أو أضعف ما عنديش الحقيقة من قياس الجيش المصري من الجيوش عندنا مشكلة في سيناء إخلاف الموضوع عندنا مشكلة كبيرة جدا في سيناء عشان لازم نتوقف عن ده لأنه ده كده حيخوف الناس نخاف لا لا ما نخاف طبعا لازم نخاف هؤلاء الناس اللي عايزين فعلا دول دخلين بقول لحضرتك عاملين حرب في قلب المدينة مش بيدربوا من الجبل ورينه كده يعني بيتين بس في البلد بالمبارح وبعدين اختفوا ده معناها بوسطة شهدية جدا هذا معناها أنه لا توجد دولة خروب السلاح بهذا الشكل في أحد مدن مصر معناها أنه لا توجد دولة يعني المسألة مش محتاجة أنه يعني أن احنا يعني عايزين ايه تاني يعني في الشوارع ومش بس بضربوا مدريت أمن يعني جزء من الدولة ولا المحكم ولا غيره ده هم في قلب المدينة بروعهم ناس شبت الناس بتجري إزاي حضرتك يعني الناس عملة تجري في الشوارع هل دول مش قادرين عليهم هل الجيش المصري اللي راح سيناء مش قادر عليهم هل الشرطة المصرية اللي موجودة هناك يفترض يعني أنها عرفة الضروب والكهوف والوزير الحالي عمل في سيناء ويعلم جيدا سيناء فيها ايه مش عارفين يتصرفوا في سيناء نعم الوزير الحالي متم مدار التحرير يعني معقولة هذا الكلام انه يفرض عضلاته في مدانة تحرير على شوية عيال ده اللي احنا فالحين فيه يعني وشد على 14 و13 و12 سنة فبيقولك انتصرنا على هادي ده اللي بيعمل وزير الداخلية اطفال شوارع غلابه مهمشين اهل سيناء ضد كل اللي بيحصل اهل سيناء اضرب شعبية معانا على الهاتف الاستاذ الكاتب والناشط السينوي المصري الاستاذ مصعد ابو فجر اهلا وسهلا استاذ مصعد مساء الخير عليك يا دكتورة مساء الخير على مشاهديك وعلى ضيوفك والله احنا بنفتقدك وانت من رائحة اهلنا وحبيبنا في سيناء عايزين نطمئن تنبأت بهذا الانهيار الامني يا استاذ مصعد اتفضل يا استاذ هالة اذا أردنا الاصلاح في سيناء لا تزال الورقة في يدنا لا تزال الكرة في ملعبنا ونستطيع ان نتقدم بحلول لكن يا استاذ يا دكتورة انا خايف انا خايف فعلا مش خايف لانه الوقع صعب انا خايف لانه خيال الحاكمين للأسف محدود خيال الحاكمين محدود وقدراتهم بعيفة للغاية يا استاذ هالة نحن نحتاج الى سياسات منحاذة للناس مبارك رمى تبعوا مليار دولار يا استاذ هالة من سنة اثنين وتسعين حتى اخر يوم في حكمه المشكلة في سيناء ليس التنمية المشكلة في سيناء سؤال التنمية الفلسفة التي وراء التنمية هذا هو المطب الرئيسي نحتاج الان الى حزمة اجراءات الى التدخل ثورا بحزمة اجراءات لحل المشاكل في سيناء الناس في سيناء تفاعلوا بالثورة طيب ماذا قدمت لهم الثورة فوجعوا بانه نفس سياتات النظام السابق مستمرة نفس والمأساوي اكبر انه نفس ادوات النظام السابق مستمرة علينا الان كلنا نعترف بان سيناء تعرضت لظلم في الثلاثين عامل الماضية اوكي جميل خالصتين ما هي عشكال هذا الظلم وهل فقط يكفي انه اه نقول والله المكان تعرض لظلم ونسكت ولا نتقدم بسياتات مختلفة عن السياسات اللي مارس في الظلم في سيناء للعسف السياسات نعترف بالظلم ولكننا مستمرين في نفس السياسة هنا المأساة هنا ضيط الخيال هنا ضعف القدرات طيب ما هي حزمة الاجراءات او السياسات التي تطالب بها الفورية استاذ اي انا عندي معلومات سائقة الخطورة فضل دلوقتي حين تكون خطة التنمية حين تكون خطة التنمية هدفها التعمير على حواب سيناء على البحر من اجل ماذا من اجل من اجل حاجة يسموها شفط القبائل من الصحراء واسكانها على الحواب انت هنا تتكلم على مشروع خطير جدا خطير ولا يراع لعمل القوم المرضي شفط القبائل من الصحراء شفط القبائل من الصحراء طفل ديئة واحدة شفط القبائل من الصحراء ايوة ونقلها فين هو Dais coe كانت بتقوم على الاتي تعمير السواحل تعمير على السواحل. انت تمارس دورا فائق الخطورة على العمن القوم المصري. وعلى الناس في الحقيقة. وعلى ثقافة الناس. لمن تفض الصحراء. طيب اذا شبطنا هذه القبائل واكدناهم على حافة البحر. على حافة الشواطئ. طيب الصحراء من سيسكن فيها? لمن تمظفها? لمن تخليها? لمن تصنع هذا الفراغ? هل لمصلحة اسرائيل? ام لمصلحة ناس خارجة على القانون? ام لمصلحة شباب مسلحين وعنيفين ويمارسون العنف? لمن تفرغ المكان? نحن نحتاج الى سياتة مختلفة تماما عن سياتة النظام السابق. سياتة منحاذة للناس. منحاذة للفقراء. منحاذة للقبائل. كيف هذه مسألة تهلي جدا. اذا كان هناك من لديه الخيال في مركز القرار. وانا اشك ان لديه الخيال. هل كانت لديك اي معلومات لانك تنبأت وتنبهت لخطورة ما يحدث في سيناء خلال الساعات الماضية؟ ليس لدي اي معلومات سوى معلومة واحدة. اي. ان النظام الحالي يواصل سياتات النظام السابق نفسها بالقلم والمطرة وبنفس الادوات. وبالتالي فالانهيار. وبالتالي اذا كانت سياسات النظام السابق وعدواتها اوصلتنا الى هذا المستوى من الانهيار. فعنا الانهيار مستمر. هذه لغتي وهذا هو منطقي. ليس لديه اي معلومات في الحقيقة. لكن هذا المنطقة الذي افكر به. السياسات مستمرة. السياسات اوصلتنا الى هذه المرحلة من الانهيار. وبما عنها مستمرة اذا سوف ننهار اكثر. علينا استطيق ايقاف هذه السياسات. ما ينفع يا استاذ يا دكتورة. ما ينفع انك تروح تتفاوض مع جماعات اسلامية وتهدى الوضع. وانه تخطط لتهيئة الناس في سيناء الاستقبال حماس. هذا ما يتم الان. هذا ما يتم الان على الارض. هذا ما يتم الان على الارض. هناك خطة لتهيئة الناس اعلاميا. وبقول هذا الكلام. من قيادة في الخوان المسلمين خططت وعنشأت مركز اعلامي في سيناء من اجل تهيئة الناس للتقبال حماس. اه كلام خطير جدا جدا جدا. صحيح الخطير وانا اعرف انه خطير. اه اه اه. وانا اعرف تماما انه خطير. هذا كلام مضاد للامن القومي. مضاد للحياة. يعني ما ليه فيش تفسير كلها. مضاد للصراع العرب الاسرائيلي. ماذا تخطط. هل تخطط لتفريغ قطاع غزة من سكانة. هل تخطط لانهاء المشكل الاسرائيلية بايدك فدل ما اسرائل تنهي مشكلها. يا اخي اترك اسرائيل انت لا تستطيع ان تواجه اسرائيل. فاترك اسرائيل. فاترك اسرائيل ان تواجه مشكلها. انت تريد ان تساعد اسرائيل في مشك في حل مشخص الشعب الفلسطيني. اي اي. اي. الان ينشع مركز اعلامي في العريش بهذا الهدف. اقول هذا الكلام عبر برنامجي كدكتورة. اي. وعلى الاخوار المسلمين ان يردوا على هذا الكلام. اه. تحذير خطير يوجهه الاستاذ مسعد ابو فج. اتهم قيادات في الدولة بالخيانة. وتخطط الان لانشاء مركز اعلامي في العريش. من عجل تهيئة خصيصا. من عجل تهيئة الرأي العام في صيناء لاستقبال حماس والاستعامل معها. تتهم قيادات معينة في الدولة بالخيانة. نعم في التنظيم على الاقل. في التنظيم لتهيئة الناس اعلاميا لاستقبال حماس في صيناء. اه 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 هناك مشروع للمهندس خيرة الشاطر المنطقة الحرة. ما تقييمه? خيرة الشاطر يريد التوسع في زراعة الزيتون في صيناء من اجل مشاريعه. خيرة خيرة الشاطر يريد استغلال الرخام وهذا هو المخطط خيرة الشاطر يريد إسكان الفلسطينيين في سيناء خيرة الشاطر يريد تهيئة الرأي العام في سيناء لإستقبال حماس لحل مشكلة الإسرائيلية مشكلة الفلسطينيين وهي مشكلة إسرائيلية لحلها على حساب العمل القوم المصري خيرة الشاطر يوافت السياسة فائقة القدر فائقة في قلة خيالها فائقة في بعض قدراتها شكرا أستاذ موسعد كلامك مهم جدا وخطير جدا وأعتقد أنه بيطلق سفارة انذار نتوقف أمامها وإحنا كونا نتكلم في المجهودة الأسبوعية هذا كلام الوقت يعني أولا كلام خطير من نفس البيئة نعم نتكلم الأول عن الرجل والقضية أنا أظن أن الكلام ده عندما يأتي من موسعد أبو فجر فلابد أن يؤخذ على محاول الجانب نحن نتكلم عن واحد أنا حيث شفته من سنة طويلة وكان جاي من ناس من أهالي سنة وكان فكرة تمليك الأراضي وكان فكرة منعه من التمليك على الحدود وكانوا جابين مسندات تثبت ومش موس عباس ورأيت قدامي مستوى مرتفع جدا من الوعي الوطني كان موجود بعدها بشوية خدوا وأبضوا أبو ضليل وأعد أعد في السجن أربع ثلاث سنة تريبة وخبرات المخابرات العامة أبضت عليك ولم يحل التحقيق ولم يدقل في الخضية وطلع بعد الصور فإحنا بنتكلم على أحد معني بالملف السينوي وعلى علم بي وتفاصيله وتفاصيل ما يحدث على الأرض هذا الرجل فكلامه في كل الأحوال أنا أتصور أن أرد عليه من خرط شاطر ومن جماعة الإخوة المسلمين لأن هذا كلام واضح ومحدد كلام خطير تفريغ الصحراء من سكان هو استخدم تعبير أنا أعوز أكيفه بطريقة مختلفة شوية تعبير الخيانة لو حد أعوز أتكلم في هذا المشهد فيه خيانة أنا أقول آه فيه خيانة بس هي بزبط التعريف لابد أن يكون دقيقة بغض النظر عما يجرى أو النواية فكرة الوطن البديل فيه خيانة وبالزوجة طب للفلسطينيين والقادرة الفلسطينية أيوة وأنت راجل خبير في هذا الشهد وللمصريين والسياد على السيناء سيبك من مصر وسيبك من مصريين أهوة يا أبوة قالت كلمة مهمة جدا قالك إحنا هنحلل إسرائيل بمشكلتها مع هي دي اللي عايز أكلم فيه أنا مليش مع احترامنا شديد ومحبتنا لإخواتنا الفلسطينيين لا أنا مش عايز أقول مليش داعب بصري طبعا أنا مصري وده ضيطي لكن عاوز أقول أنا عاوز نقاشها أساسا من زاوة الفلسطينية ويكون الخطاب واضح عند الإخوان وعندنا وعند إخواتنا في حماس وإحنا وإفتن معهم وهم يعرفوا يعني وإفتن معهم بكل قوة كل قوة الوطنية المصرية عند الحرب على غازة وأنا قلت أيامها تعبير كان مع جمال عناية وفقود عبد المسعيد أن شكل البلد بقى عر في موقف نظام مصري فلكن تعالي نتكلم عن وحدة المقياس في كل كلام وأرجو أن يكون الخطاب واضح أي كلام عن وطن بديل في سيناء أو في الأردن هذه مشروعات إسرائيلية وفي دراسات كتيرة وفي كلام كثيرة على طول هذا الكلام أي من كان أي من كان في مصر في خارجة في فلسطين في أي حتة في العفلية الأحمر أي حد يقبل فكرة الوطن البديل فهو ودي هذا الكلام هذه من كلاسكيات الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية أن فلسطين هي أرض الفلسطينيين فقط وإن أي حل آخر وإن كنت بتحل المشكلة الإسرائيلية بتحل الأزمة الإسرائيلية على حسب مصري أو أردنين وكذا فقضية فلسطين في فلسطين أرض الفلسطينيين في فلسطين أي كلام تاني بالنسبة لتاريخ القضية الفلسطينية بالستين سنة مش عاوزة كلام وأنا ما بحبش تستخدم تابير ده دلوقتي لأنه في لا في هذه الموضوع بالذات هذه خيانة عظمة مش عاوزة كلام خيانة عظمة لأعزل قضايا علينا خطة لتهيئة الناس لاستقبال حماس أنا معرفوش خطة عالمية الكلام دي يرد عليه خارط شاطر ويرد عليه اللي خارط مرسمين وما حدش يتجاهله بس هو الموضوع كده برمته مضد للأمن القول المصر الراجل الذي يتحدث هو راجل من سناء وناشط ولو تاريخ دفع تابن فهو راجل جدي يرد عليه بتاريخ جدية أنا ما عنديش معلمة لكن هذا كلام خطير خطير جدا فإذا كان الإخوة إذا صحت معلوماته خطير جدا يا جماعة إذا صحت معلوماته المعلومات دي على الشاشة وتنزل تويتر وتنزل للشباب فهذا المكتب إذا صحت معلوماته أي فهذا المكتب أنا لا أتصور أبدا أن يكون أخرضاء عن جماعة الإخوان المسلمين جايز يكون تابع للشباب بغض النظر عن نوايا أي كلام على أني أني في حد بيهيأ أهل سيناء لتهجير فلسطيني في إخيانة بلزاوجة للقضياء فلسطيني وأطلق عليها إخيانة مصعد المفاج وإخيانة بلزاوجة لتاريخ الإخوان وتاريخ الوطنين المصرية وحق الإخوانيين في أسياد على سيناء دي مش عاوزة لا بس أنا ما بنقولش إن الإخوان منخرطين بداية وهم عليهم أن ينتبهوا لهذا التحديد بصي أنا ما أقدرش إخوان الحكومة اللي بتحرر مدان التحرير بشكورة أعايزينها برضو تنتبه لسيناء أحررش بشكورة أنا أشكورة ما أتحفز على أرواح الناس أنا أتكلم أنا أتكلم وكي بالتر وحيد هيكون مفيد جدا لأنه خمير شون فلسطيني أنا أقول دي من كليسيكات القضية الفلسطينية وأتجاوزها خطة أحمر ولبالتالي لو حد يقول إخوان أنا أستدأش أستدأش حد يقول حماس ما أستدأش فيه دم اتدفع ودول حرب ودول حرب فلسطين يعني فأنت عاوز دي على طول أنا قلت هنا من باب الفصاح طبعا أنا ألما أنت أمس حد اللغوية يوجد شبك مش ممكن يبقى عربي مش ممكن يبقى مسلم مش ممكن يبقى نصري مش حاوز كلام فكة الوطن البيديل أو التوطين في سيناء أنا دايماً بقول فيه خطر لكن ما أستدأ الحقيقة لأن الكلام تمنه فادح بتقال بتقال أصد الله من بدري وبتقال على أنه كمان كان هو المقابل دعم الأمريكان فيه فيه كلام ودرسات استرائيلية كتير جدا لكن أنا ما أستدأش أن فيه طرف عربي يتورط في هذا الكلام لأن لأن الحقيقة بدون كلام كتير وإن فعلا مش عاوز أستخدم تعمل كتير يعني بعد أن أرتكار كلنا منه خيانة هذا الموضوع بالذات خيانة يعني وخيانة عظمة ولا تسقب التقادم فأرجو من خياتي الأخرى المسلمين أنا عندي ثقة فيهم أو يتبقى لي شيء من ثقة فيهم في تاريخه الوطني وحربه أنا أرجو أن هذا الكلام لا يؤخذ الكلام يعدي لابد من الرد أنه لا يوجد مكتب عزيزي أسمع كذا لا يوجد مكتب علامي وأن أنا ضد فكرة الوطن بديل وأننا مؤتمنين على الدولة المصرية أيوة وعلى حدود الدولة المصرية وعلى أرض السياة ومؤتمنين على حدودتها وسلمتها هي نقصة جدا ولا في سيادة ولا يعني هي منتاكة من منذ كامب ديفيد لكن نحن عاوزين نستعيد السيادة مش نضيع سينا كلها عاوزين يسمع كلام مواضح وهم الحقيقة اللي يردوا بشحن خبر مهم آخر نواب البرلمان يؤكدون عودة مجلس الشعب بعد ثمانتية رجح نواب البرلمان مصريون بمجلس الشعب المنحل الغرفة الأولى في البرلمان المصري أن يقضي الحكم القضائي المرتقب في 24 سبتمبر الجاري بالإبقاء على تشكيل المجلس الحالي وإعادة الانتخابات ده الله ده فيه ناس بتتنبأ بنتيجة الحكم المحكام ده فيه صدور حكم وإعادة الانتخابات ده حكم صدر حكم صدر 24 سبتمبر ما عاليش آه بس صدر صدر إزاي 24 سبتمبر بلد الوحيد في العالم اللي بيتقال فيها هذا الكلام مفيش بلد تانية في الدنيا بيصدر فيها الحكم قبل القاضي ما يحكم معايا واضح إن الحكم صدر بتاع 24 سبتمبر اللي جاي مفوما دول بيحرك الأضايا وبيحرك المحاكم وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط والتي تمثل سلسل البرلمان وقال النائب محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب السابق في تصريح لوكالة الأنادول أتوقع أن يبقي القضاء على مرشح القوائم الحزبية ويقضي بإعادة الانتخابات وقال النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قائلا إن كل المؤشرات تسير باتجاه عودة مجلس الشعب مضيفا نحن بانتظار القضاء الإداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد القيام بإجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب قد تجعله معدوما وهذا تعليق قطير لابد أن أسمع تعليق عليه من المحكمة الدستورية يعني حضرتك ممكن بعد الفاصل لأن حضرتك نائب وطبعا في كواليس القصة كلها البرلمان حيرجع بعد 8 ديام بعد الفاصل هيرجع الدكتور